بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب وفي فيديو جديد سنشرح في تلخيص للنقاط المهمة في مصرحية روميو وجولييت وهي من التوجيهي طبعا الخاص بالضفة الغربية لأن هناك قصتان مطلوباتان من الطلبة وهي المالك كينغ طبعا هذه القطاع غزة أما بالنسبة للضفة الغربية فهي وليام شيكسبير طبعا هنا قبل أن أبدأ في المقدمة عنه سأعرض جزئين يعني هنا سيتم العرض جزء لمخلخص شامل وهذا الملخص بتفاصيله سيكون متعلق بالنقاط المهمة برقم الصفحات وجزء آخر خاص بتفاصيل أخرى تأتي دائما في الامتحانات سنبدأ في البداية قبل أن نبدأ في تعريف وليام شيكسبير أريد أن أعرف الشخصيات بشكل سريع حتى نعرف عن ماذا نتحدث سنبدأ بروميو روميو عاشق جولييت جولييت هي معشوقة روميو عزاء الطلبة مونتوكيو كبير عائلة مونتوكيو والد روميو والعدو اللدود لكابليوت اللي هو اللورد طبعا لابد أن تحفظ هذه الأسامي باللغة الإنجليزية حتى تفهم عندما يريد أن يتحدث لك عن من قائل هذه العبارة أو خلافه فلابد أن تعرف الشكل الأساسي السيدة مونتوكيو زوجة مونتوكيو وأم روميو كابليوت طبعا لابد أن تحفظها هنا وهو كبير عائلة كابليوت والجوليوت والعدو اللدود مونتوكيو طبعا تابلات أحد أقارب جوليوت والسيدة طبعا زوجة أو أم جوليوت مور كتشيو صديق روميو والأمير إكسلوس حاكم مدينة فيرينيا الإيطالية وبيفلينيو أحد أقارب روميو والمربية أو الخادمة الخاصة بجوليوت طبعا نيرس وفيرلورانس أبوى ورجل ديني فيرلورانس وباريس الرجل الذي كان يريد الزواج بروميو عزيزي الطلبة لكن في البداية من هو روميو عزيزي أو من هو وليام شكسبير وليام شكسبير أعزائي الطلبة هو كاتب إنجليزي طبعا بشكل أساسي هذا الكاتب الإنجليزي هو كان الأعظم طبعا على مر العصوم بشكل أساسي ولد في سنة 1564 وكان بشكل أساسي والده his father كان مهم في المدينة وفي شهر ديسمبر في عام 1582 طبعا تزوج شكسبير من مرد أنا هاثون وهي ابنة مزارع لهم ثلاثة أطفال طبعا بشكل أساسي هذه نبدأ عن شكسبير طبعا حتى لا يكون هذا الفيديو مهم أنا النقاط أو التوريخ المهمة الخاصة به وعلمتها لك أو جاهزة باللون الأصفر وهنا هذه الترجمة حتى تساعدك على الحفظ يعني لكلما كانت أنت تفهمها باللغة العربية ستكون لك أفضل بشكل أساسي طبعا هنا يتحدث عن شكسبير في تفصيله ودائما يأتي سؤال أو سؤالين بسيطين عن هذه الفيديو طبعا هو في البداية المسارح كانت بدأت في إنجلينتسا والتحق بمجموعة من الممثلين وبدأوا هذه المجموعة ببناء مسرح خاص بهم في عام 1598 وبدأوا بشكل مستدر يعني عندما كانوا بخلاف باقي المسارح كان هنا هو بشكل مستدير طبعا كانت المسارح في تلك الفترة تختلف عن المسارح الحديثة يعني هذه المسارح كانت تختلف عن المسارح الحديثة طبعا وفقد كانت المناظر الإيحائية قليلة ولم يكن هناك ستائر ولم يكن هناك فواصل بشكل أساسي وكانت شخصيات إما أن يؤديها الثانوية يؤديها دائما الأولاد طبعا بشكل آخر هنا تفاصيل عن المسارح بشكل أساسي يريد أن يتقدم لك ودائما هنا هو كل ما يتعلق بهذه الحياة الخاصة بشكسبير وكيفية أنها كانت بشكل أساسي أن عمل إيرنو إلى صنع المال في البدايات وكانت في البداية المسارحيات كانت مزيج تجدر من النقطة والشعر نقطة خفيفة كل هذه طبعا توقف شكسبير عن تمثيل في 1907-1607 ولكنه بعد ذلك عاش أغلب حياته في السندو أصبح غني رجل هامان فيها قد مات في عام 1616 طبعا تفاصيل هذه الوحدة لكن هنا نريد الآن أن نتطلق إلى طبعا هذا يحدث عن زمان شكسبير بتفاصيله لأنه باسم الإزالبسي لأنه كان هو بشكل أساسي موجود في الملكة في تلك الفكترة كانت الملكة إزابلت كانت هي ملكة تكوين أفو إنجلند ولكن في الحقيقة شكسبير استمر في الكتابة حتى بعد موت إزابلت أفطر لماذا؟ لأنه بعد فقد حقق نجاحا أكثر بعد تولي جيمس الأول خاصة فيه طبعا هنا كانت تعرف تلك الفترة بعصر النهضة يعني كانت تعرف فيه وكهية طبعا عصر النهضة الناود هذه كلمة هذه الكلمة الفرنسية تعني بداية بولد من جديد ثم أعداد اكتشاف أعمال المفكرين والكتاب القدامة من الرومان والإغريق الذين كانوا يعيشون ثم بدأ عملية تطوير لعب على سبيل المثال كان في أحد القواعد تكزي عليها في المسرحيات أن أحداث المسرحية كانت لابد أن تتجهزت في حياة منطقي وحاقي الواقع لكن الشوسبي لم يكن يتبع تلك القواعد بشكل أساسي في مصرحياته بط الحادثات التي غيرت حياته التي حدثت بحرومي وجليت حدثت خلال أربعة أو خمسة أيام بتفاصيلها ومن ثم هنا يتحدث عن المسرحية لكن الآن سنبدأ في الأشياء الملخص الهام طبعا هذه كل تفاصيلها من هي؟ طبعا هذه المسرحية طبعا رومي وجليت تتحدث عن مسرحية عن شاب وشابة طبعا لقع في حب بعضهما وكلهما كان من نسل عائلتين غنيتين في مدينة البندقية فينيسيا وشاهدت معظم مسرحيات الأحداث كانت في هذه المدينة وكانت عائلهما كانت على خلاف لسنوات قديمة وتدور الأحداث حوال كيفية استمرار في حب بعضهم برغم من العداء الذي كان بين عائلتهما وكان الأحداث المأساوية التي حدثت لها حتى كيف يموت الناس في هذه الأحداث وأن تؤمن وهنا لابد أن تعرف لكنه صعب المنال هذه من المقولات الشهيرة لهم بتفاصيل هنا الآن سنبدأ بجزئيات مهمة عزيزي الطالب وهي في جزئية التلخيص الآخر هنا لو اكتب الكتاب في صفحة 16 عزيزي الطالب أهم النقاط أنه هذه الأشياء لم تأتي قبل ذلك في الامتحانات لكن سأركز على بعض الأشياء فخصوصا في صفحة 16 طبعا في صفحة 16 مقدمة كنا نتحدث عن شيكسبير لكن حتى أنها لم تأتي قبل ذلك في الامتحانات لكن ممكن أن تأتي تاريخ ميلاده أبوه رجل غني المهم أن نتزوج كان له لتلاث أطفال كما تحدثنا وكل هذه المعلومات الأساسية في صاطر من 5-6 في نفس الصفحة وينون فيرلت أبو شيكسبير لأنها معلومة لأننا كان لا نعرف الكثير عليها وممكن على تأتي على شكل صح وخطأ هذه الجزئية طب كيف ممكن أن تكون خطأ مثلا مثلا وينور إيرلي لايف طبعا لا نعرف الكثير لو هنا تحدث بهذه الصيغة ستكون خطأ المعلومات التي العامة وتحدثت علىها بعض الناس أنه كان معلم وبعض الآخر كان يعتقد أنه ممثل لكن في سطر 12-18 في صفحة 16 أنا كلسا دائما لابد أن تركز على هذه الجزئة في صفحة 12-18 في صفحة 16 لأنها معلومات الآن سأرجع لكم ونشوف ما هي التفاصيل الأساسية قلنا أول مصرح فتحه في 1598 واسم المصرح مهم The Global وكان مصرح غريب لماذا تحدثنا الآن سابقا أنه كان على شكل دائري هذا السؤال والمعلومة القيمة الفرق بين المصارح القديم والمصارح الحديثة بشكل أساس المصرح القديم كان لا يوجد ستائرقة ما تحدثنا وكان السقف وما كان في أي نوع من السقوف كانت تمثل في النهار وبالطقس الجيد ما فيش فواصل طبعا ما كان لهم مسموح بالعمل في هذه الأدوار وكان الأولادهم الذين يقومون يشبهون الديكور يشبه النساء بينما اليوم مصارح لها أسقف ستائر الصراحة النساء ما اسموهم لها في التفاصيل طبعا كيف تأتي لك يعني ما هو What the different between the modern theory and the شيكسبير ما صح شيكسبير قلنا الحديث والأكسنت طبعا سنبدأ في القديم لا ستائر كل هذه التفاصيل ممنوع التمثيل النساء كما تحدثنا والحديث هذا هو تفاصيل الحديث ممكن تأتي صح وغطأ في قصة النساء لأن النساء كان ما كان لهم مسموح لو كانت قال لك أنهم مسموح طبعا خطأ لأنه كان في الجواب the earth صح وهنا there are no بكر كل هذه التفاصيل لابد أن تركز عليها هذه النمط التي تأتي كيف أين كانوا يعملوا لماذا كان دائما التمثيل في صهر الصيف لأنه لا يوجد روف لا يوجد ثقف في هذه المصرحيات وخصوصا لابد أن تأتي أيضا فضوء النهار وهذه تفاصيل الإجابات الأساسية لهذا الجزء كما نفهم أن الأغنية والمعالمين كانوا يجلسون بأعلى المصرح قديمة بينما فقراء كانوا يقفون أمام المصرح وأيضا أنه كتابة المصرح والتمثيل كان بالنسبة عبارة عن عمل وكان شكسبير يكتب لهيك كان أشياء عندهم المصرح والتمثيل وكان هناك نوعين من المصرح أيام شكسبير إما نثرية أو كوميدية كيف تأتي هذه الأسئلة وعليها كيف أنه كان عمل كيف كانوا ينظرون إلى المصالح لأنها كانت عمل تأتي بالنقود وكما نوع أنواع الخاصة أنواع مصرحيات في زمن شيكسبير إما كانت نثرية شعرية مصرحية كوميدية أو نثرية شعرية في آخر صفحة 16 في معلومة عادية لكن أنه وقف عن التمثيل في عام 1607 وأصبح غني وتوفى في نفس عيد ميلاده في 1960 لأنه توف وعمره كان 52 صباحة سنة وكان عمره عدد المصرحية 37 مصرحية لابد أن نفهم هذه الأشياء العدد لأنه مهم دائما ولابد أن نفهم أنه كتب كثير من القصائد وكانت تمثل عدة أمثلة كان شيكسبير المهم نفسه كتب بالضابط لأن الناس تلخصت بشكل أساسي في هذه المصرحية سنبدأ في صفحة 17 طبعا في أول فقرة هي مصرحية مشهورة طبعا روميو وجوليات تحدثنا عن هذه التفصيل وكانت في فيرنيا أو في فينيسيا معظم أحداثها مشكلة لكن معلومة التي تأتي بالصحة والغلط طبعا روميو أسماء العائلات وهنا أسماء عائلات كل واحد لابد أن تأتي لأنه كانت أعداء بسبب خلاف حاصل بين العائلتين كثير تكرر سؤالتين لا بد أن تفهم من أي عائلة كنا روميو هاي اسم عائلته وجوليات اسم العائلة طبعا هناك ما الذي حدث سبب الأنمي العداء بين العائلتين ستبدأ أنه كان منذ زمن طويل عزيزي الطاول ليس العائل أعداء طبعا بسبب أخلاف طويل بينهما وممكن روميو أن جوليوت بيجان بور فاميلي في نفس الفقرة بتيج أسئلة إما في الصحوة الخطأ لابد أن تفهم هذه الأشياء لأنها تأتي دائما طبعا طبعا الأولاد خطأ لأنهم مش من عائلة فقيرة هنا في هذه الأولة بور فاميلي لأنهم كانوا بشكل لأنه روميو جوليوت حدثت في فيرنيا ليس في روما لأنه تحدث في روما لكن الأحداث حدثت في في وطبعا روميو جوليوت يحب بعض برغم من هذه العدو في الفقرة في رقم صبح السبعة عشر الفقرة الثانية تحكي عن ثلاثة نقاط أساسية أول شيء تعرف مصطلح المأساة و هذا هذا المصطلح المثالية والثالثة هذه تتحدث لماذا مصرحية روميو جوليوت مهمة why the جوليوت عن روميو فيماس مشهورة قلنا أنها مشرحية هذه مأساوية بشكل أساسي ولكن تحتي عن قصة الحب وأنها أما المصطلح الثاني طبعا هنا نتحدث عن تعريف المصرحية بشكل أساسي هذا هو لماذا مصرحية مأساوية لأن في النهاية الناس تموت و في الجزء الثاني لماذا هي مثالية لأنك تؤمن أنها صح بل مستعي أن تحقق طبعا المصرية الجليل كانت مأسمية لأن علاقة الحب استمرت بينهما لكن مؤمنين أنهم علاقتهم على صح مفرد أن لا يكون هناك أي عداوة بالنسبة للجزئية الثالثة طبعا هذه المصطلحات التي دائما في الصح والخطأ آسف هذه المصطلحات مهم أن تفهمها بشكل أساسي هذا هذا السؤال في النخير أنها لماذا كانت ممتعة هذه بيتوفل لأنها مصرحية نثرية لكن مع أنها حزينة لأنها بشكل أساسي مصرحية تحكي عن الحب في الفقرة في صفحة 17 أيضا هناك نقاط مهمة الآن سأعرض هذه التفاصيل وحتى لا يكون هذا الفيديو طويل سأكتب لكم كل معلومة هنا هذه المعلومات سأعلم عليها وأنتم أقرؤوها امسكوا الكتاب وهنا الترجمة وكيفية تأتي به على شكل صح وخطأ ولماذا خطأ حتى لا يكون هذا الفيديو طويل وتستطيع أن تستفيد منه أعزائي الطلب دائما امسك الكتاب وامسك رقم الفقرات في طبعا متسوشل السؤال سبعا لأنه ممكن يجب منه نص حرفي وطبعا كل موجودين من نماذج سنتعرف عليها في فيديوهات أخرى هذه النماذج طبعا افتح في صفحة 46 جزء الأول ملخص الصفحة هذه ملخص الصفحة بشكل أساسي والأشياء المهمة لأن طبعا لابد أن الشخصيات لأن الشخصيات بشكل أساسي مهمة جدا لأنها سأتي لك في الانبحان وهذه ملخص بشكل أساسي طبعا هذه كل جزئية وباللغة الإنجليزية طبعا كيف بدأت هذه الشجارات واقتباسات مهمة وهذه تفاصيلها تفاصيل الشجار في صفحة 47 أيضا هذه ملخصها كيف بداية الشجار وتفاصيله ومن هنا سنبدأ بالتفاصيل النقاط المهمة كيف بدأ التنظيم الختال ومن الذي وقفه هذه نقاط مهمة لابد أن تستوعبها كل هذه النقاط كلها لابد أن تعرم طبعا هنا تأتي على شكل إما أسئلة ويكون هذه جوابها وإما على شكل اختر على شكل اختر أو على شكل صح وخطأ طبعا ملخص الجزء الثاني من صفحة 47 الجزء الثاني لماذا بدأ الجزء سوداوي لأن رومي توقع أنه موته المبكر لماذا هنا وهذه الجزئية هل هنا صحيح لأنه كان هو الحفل لابسين أقنعة وكان كل لابس أقنعة إلا أهل البيت لابس الأقنعة كان بمثابة عادة بذلك الوقت طبعا عائلة البيت لم يكن تلبس صعوب فرح بالضيوب كان يشوف الشباب برقص لما يذكر بأيام الشباب طبعا برضو صفحة 48 طبعا شوف الأخ جوليو شاف روميو ترقص عجب بها من أول ويصف بدأ يبدأ استفاة عددية المهم في هذه وتشعر جوهراء وجمال هذه التفاصيل لكن هناك خاطئة لجوليو ترقصت بالحفلة روميو ما رقص هذا خطأ وهذه الجزئية الأخرى التي تحدث عن أوصافها لابد أن تحفظها مشاعة مثل جوهرة وهذه أوصاف جوليو بشكل أساسي لابد أن تحفظها ومن ثم سنبدأ فقرة يتحقص عن مشكلانجي اللي هو ابن عمها الذي يريد أن دابك في اسمع صوته ما عرفته أنه رومي بس كان يعني من المتري طبعا يحكي لخدم يجيبه السيف تفكر من أجل حفلة أو يسخر من الحفلة المهم هذه النقاط فويس طبعا كيف أتعرف عليه من خلال صوته وليس من خلال وجهه لأنه بالأساس يلبس قناع هنا أيضا لماذا أكمل يسخر من الحفلة هي السبب أنه لماذا أتى روميو كامب ذا بارتي أتى للحفلة لكن لأنه كان يعتقد أنه يسخر من الحفلة وكل هذه الأمور هذه الحوار الذي يدار بصفحة 48 طب ماذا يأتي عليها السئلة طبعا 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 الحين مثلا طبعا تالتي وصف روميو بالوغد وهذه الصفات الخاصة بكوبليوت لروميو وهناك هذه الصفات ابن عمه أنه قفولي وقح طبعا هذه العبارة خاطئة لأنه لم يشجع بل بالعكس حاول منعه لكن وليس قتله لما التقل أخو بالست جولييت علم أنه عمر جولييت 14 سونيو كان عمرها 16 طبعا عجل السيد ولمس الجولييت من الباب للطاقة لأحم ولد السطور حكى لها سمحيني أنا لا مستدك لأنه لقد خش نتيم قام بيدك ناعمتين ما زعلت ولعبالها وكانت مهم التفاصيل الآن هذه التفاصيل لماذا هو مسك أو أتظر في عن مسك اليد لهذه تفاصيلها هنا هذا السؤال خاطئ لأنه يعتقد ليش يوميو يعتقد أنه لازم يلمس جولييت وهي وجزء الثاني خاطئ لماذا لأنها حاولت تمنعه لكن هي لم تمنعه بالعكس كانت مرحبة وكل هذه التفاصيل لصفحة 49 عن المربية والأم وخلاصة الحفلة بالتفاصيل طبعا جولييت كان عندها فضول تعرف من الإنسان الذي صارت تحبه وصالح أنه له متزوج في كل هذه إذا ما زوجته طبعا هذه المربية سألت عن الشاب وكل هذه التفاصيل راحت سألت ورجعت وأجل الخبر السيء لأنه عندما تحدث له أنه من عائلة عدو أبيكي طبعا شعرت بالأسل أنه هو الشخص الوحيد التي غرمت به وهذه النقاط تأتي بصح وخطأ صحيح حب بعض من أول نظرة the first time كانوا مبسوطين لا كانوا مصدومين لأنوا عارفين الأداء الذي بين العائلات العائلتين طبعا هذا خطأ لأنه كان جولييت عرفت شخصية جولييت من المربية وصفت أم جولييت بينها سيدة المنزل وسيدة جيدة بشكل أساسي ممكن يجي على شكل أكمل طبعا هكذا يأتي إليك الجزء الأخير طبعا الجزء صفحة 49 40 ملخصها طبعا دقيقة آسف هذه ملخص 49 طبعا الجلية ظلم خيم تحت بلكون ما لحزين كل تفاصيلها والمهم تفاصيل كيف هذه التفاصيل بشكل أساسي وكيف تأتي على شكل صح وخطأ ولماذا هي صحيحة وخطأ وهذه التفاصيل في صفحة 50 ملخصها وهذا هو الملخص طبعا جلية عرفة رومي من خلال ماذا من خلال صوته طبعا رومي رفض يتخلى عن اسمه لا طبعا ولمكان بقل وخايف من أهل جلية طبعا فاميلي أسئلة أخرى عن الحب والشجاعة طبعا الجواب طبعا جلية مبتدتي كل هذه التفاصيل صفحة 51 طبعا أنا أمشي السريع فقط أنا ألخص تلقيس سريع حتى تفهم الوضع العام كلما فهمت الوضع العام أين ذاهب كلما استطعت أن تمشي بجزئيات مهمة إلى النقاط التي تريد أن تحفظه هذه الأسئلة وكل سؤال كيف يأتي عليه الجواب وترجمته himself طبعا الصفحة 98 كتاب reading نبلش بالجزء الرابع تتصاعد المشاكل وتبدأ بكل التفاصيل المشاكل الأساسية التي حدثت أنا تتصب القتال كل هذه المجاديين بتخانقوا وخناج طويل بسبب الحفلة وخلافه كيف يستحب السيف وعملية القتال وأنه أمير وهذه التفاصيل وبيبدأ ما هي النقاط المهمة ليش روميو ما بدأ القتال لأن رومي تزوج جوليات وصار تيبليت نسيبه وخينا لماذا أرض قتال تيبليش لأنه كان الاسم هذا مهم له حكى بالسوء ضد روميو ليش مركش الأم طبعا هذه التفاصيل وهذه الأسئلة الأخرى طبعا أنا فقط النقاط المهمة التي تأتي دائما في الامتحانات في صفحة تسعة وتسعون هذه التفاصيل وهذه باقي طبعا سمحون عن اللغة العامية لكن فقط من أجل الملخص الأساسي طبعا من مال العائلتين كيف أثر عليه كالجعلته ضعيفا روحه هشة كيف تم معاقبته تم يفيو بشكل أسامة إلى منتليو و في صفحة مئة الجزء الخامس شخصية طمع حوارحة وشخصية جيلياتو الكاهن لورانس كان خبير بالأعشاب طبعا جوليو تزوج روميو بالسر عن طريق الكاهن وزوجهم على أمل أن يصنع السلام بين العائلتين المهم وكانت كذا اشتكى أنه عرسها وبتحكي الكاهن كيف ممكن أن توقف هذا الزواج ربما جمع قلبه وكل هذه التفاصيل لكن كانت الكاهن عنده خطة أنا تحكي تقتلني حالك ولا تتجوج بارس فأنت مستعدة وخريب شيء أشبه بالموت كانت مستعدة أن تقفز من حظر أو تنام بسرير في أفاعي والله يعني روميو كان وربطني على دب كل هذه التفاصيل يحكي لها عن الخطة كم تحكي للحج أبوها وحج يلا على الشيء المؤهم تزوج بشكل أساسي وكل هذه التفاصيل كهي كانت نائمة تمسك نفسها خدودها وشفيفها راح يتحول لون الأصفر عن طريق هذا الثال وجسمها بصير بارد هذا تأثير السائل على جوليت لكن بيصح بفكرها ميتة بيأخذوك إلى مقبرة كبلوت أجمل الثياب لم تصح منه كجي يكون أنا ورومي ومن استنعك وهي بدأ أكتب برومي تفاصيل الخطة لكن الأسف بالبداية كانت خايفة تأخذ الخليط جوليت حكيت له أعطيني الخليط ما تحكيه ليعني الخوف المهم هذه التفاصيل عن هذه جزئية ما دور الكاهن وما كيف كان تحدثت له أنها تريد أن توقف في الزواج وهذه كل هذه الأشياء كتبتها في التلخيص الأساسي أو كتبت في التلخيص الأساسي وما هي التأثير على الجسم السائل على جسم جوليت هذه تفاصيل السائل من الذي كان يعرف القطة هل المربية خطأ المربية لا لم تكن لم تكن تعرف فقط كان تعرف أن روميو جوليت تزوج في السر فقط وساعدهم من خلال توقف لقاءهم روميو يعرف بالقطة لا لأن الرسول يوصل الرسال ما وصل روميو لأنه ما استلم الرسال لماذا لم يعرف روميو والشوء الجساء طبعا روميو سمع أن جوليو مات على صحابه واشترى السم وراح على المقبرة ووصل مقبرة صيعية وهذا هو الموت بغار كل تفاصيل ويوسف في القرب وشرب الشم ومات الآن كيف عرف من خلال أحد أصحابه وماذا ذهب ذهب إلى المقبرة أهل وبدأ شوى سمع الموت وسمع نفسه بردو بتعمل مثل أفلام صحية بعد ما مات روميو وصار تعيد على جثه تحكي سم بإيد حبيبك الحقيقي وشربت كله ما ترك حتى قاطرة آخر سكين مريم طعلت حالي طبعا هذا الأفن دي كان شارب كل السم وجزء الثاني وخيرا بعد بهدل الأمور وحكوا للأمير الحقد اللي بين هم وإيش التفاصيل كل هذه الأشياء بتفاصيلها هذا هو التفاصيل لكن أعزائي الطلبة الجزء الآخر الذي تحدثت عنه وهنا هذه تفاصيل الترجمة الحرفية للأجزاء المهمة أي جزء من أجزاء المهمة ستجدها المقدمة كل هذه تفاصيل تحدثتها كيف بداية الحفلة والخلاف تحدثنا عن الشخصيات وملخص الفصل الأول الأحداث وكل كلمة وملخص الجزء الثاني والجزء الثالث وهنا ملخص الجزء بالأحاديث بعض الكلمات هذه الترجمة أي كلمة اكتبوا لي في التعليقات إن أردتم أن أعمل فيديو عن الأسئلة الإثرائية الأخرى آسف دقيقة عن هذا الجزء طبعا ستجدوا الأرقام صفحات و وهنا طبعا شوف أي جزء أنت تريد وقم بإيقاف الملخص والفيديو وحاول أن تستفيد من هذه النقاط الأساسية الخاصة بملخص روميو وجوليد هنا ملخص الفصل الرابع طبعا هي النقاط المهمة عزيزي الطالب حاول تستفيد من هذه الفترة في أن تراجع كل التفاصيل الخاصة طبعا دائما الملخصات السريعة عندما تكون باللغة العربية هي مهمة حتى تفهم الأمر بشكل أساسي عزيزي الطالب التلخيص الفصل الخامس الفصل الرابع المشهد الأول طبعا تتحدث عن كيف كل هذه خطة حديث مع الكاهن والفصل الأخير والمشهد هنا مشهد آخر طبعا عندما تسقط وهذه الملخص في النهاية عن العائلتين شكرا أعزائي الطلاب نرجو إذا استفدتم من هذا الفيديو أن تكتبوا لي في التعليقات أعزائي